امرأة عشت عباهة كله مع القرآن مرضة مرضة شديد بعد عمر طويل أخذوها إلى المستشف ففي المستشفى نقلوها العناء المركزة الحالة صعبة وشديدة أسأل الله أن يشه كل مريض المسلم وأن يعافي كل مبتلى المسلم فاشترطت على الأطباء لو الأمر حيوصل لنا حسيب العناء المركزة وموت مش مشكلة حد أنا ليه شرط المسحف محدش يبعده حد فوافقوه في أول الأمر الصبوع واثنين أقول لها حجة معتش ينفع أنت جايبها أختي جنبك السرير لجنبك وهي تقرأ عليك وحديك تقرأ عليها حتى وهي في المرضة الشديد مجهولة بالقرآن معتش ينفع يا حج فبكت بكائن شديد أنا خلاص ما تنشغلش لحد جنبك حضرتك تشتغل القرآن لوحدك على سريرك عشان التعب ما يزدش عليك قالت حاض كل يوم قدي عشر أجزاء ما كل يوم تتصور شيخ عم وهي تقرأ وكان أخر اللحظة في حياتها وصلت عند قول الله عز وجل في القراءة والذين آمنوا أشد حبا لله الناس بيحكوا في العناء المركزة بقولوا وقفت عند الآن دي وقعدت تكررها وصلتها يعلم والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله قرابة العشر مرات وفي المرة العشرة خرجت روحها إلى الله والمصحف في إيديها فقل سقطه بصدرها عاوزيني يغسلوها اللي حصل ده عجيب لكن الأعجب ما قدروش يفكوا إيديها وياخدوا منها المصحف يا الله ما قدروش يشيلوا المصحف من إيديها ومن على صدرها فاتصلوا على الأولى بقول ما شيخ نعمل إيه فالشيخ قال أجي شوف بنفسي فشتروها إلا موضع المصحف كشفوه فقال للممرضة حاول تشيله يفكوا إيديها يمجنش مال محدش إذا فكانت فاتوى الشيخ النهاية قال غسلوها وخلوا المية جنبوا المية أنها تيجي على المصحف على كتاب الله واتفنوها في القبر ومعها المصحف الشيخ أنا بأتصور يعني دي امرأة نزلة القبر ومع حجتها مع المصحف سبحان الله اللهم ارضخناها صلاة الله وأبث على لا إله إلا الله يا رب العلاج آمين فلاك أن تتصور نزلة القبر ومعها المصحف أنا حنزل القبر معي إيه وحضرتك يا أخي حتنزل القبر معك إيه وانت يا أختي وانت يا أبي حننزل القبر ومعنا إيه دي عوزة عوزة نحن نقف ونتدبر يا أمة محمد يا أمة القرآن عودوا إلى القرآن اشتركوا في القناة